أقرأ أعلى جهاز تشريعي في الصين قانونا لمواجهة العقوبات الخارجية إذ وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على مشروع قانون بعد القراءة الثانية لهو اليوم الخميس هذا وقال مسؤولون إنه تم إقرار القانون في ظل العقوبات التمييزية التي فرضتها دول غربية على الصين كما أضاف أن قانون مواجهة العقوبات الخارجية سيقدم أساسا شرعيا لبكين لاتخاذ التدابير المضاد وذلك بهدف حماية السيادة الوطنية والمصالح الصينية